استعداد أمريكي إسرائيلي تحسباً للهجوم الإيراني رداً على استهداف قنصرية طهران في دمشق مسؤول أمريكي كشف لشبكة سياناً أن واشنطن وتل أبيب تعتقدان أن الرد الإيراني أمر حتمي لكن التوقيت والكيفية مجهولان وقال المسؤول إنه تم الاتفاق على تنسيق موقف مشترك يجري العمل عليه تحسباً لما هو قادم ولمنع الهجوم الإيراني توصل إسرائيل إرسال رسائل شديدة اللهجة تؤكد جاهزيتها للرد في أي لحظة أما الإدارة الأمريكية فقد أكدت دعمها لإسرائيل وشغلت الخط الساخن مع إيران حسب ما نشرته سياناً فقد تلقت واشنطن رسالة سرية إيرانية من محمد جامشيدي مساعد الرئيس الإيراني يحذر من السقوط في فخن تنياهو على حد وصفه الرد الأمريكي عليها كان تحذيراً مماثلاً من اتخاذ إيران الهجوم على قنصليتها في دمشق ذريعة لاستهداف المصالح الأمريكية الخارجية الأمريكية وعبر المتحدث باسمها تحفظت عن كشف طريقة التواصل مع إيران لكنها أكدت رسالة وصلت في الجانب الإيراني وصف قائد أركان الجيش اللواء محمد باقري الهجوم الإسرائيلي بالمجنون وأن الرد عليه محتوم في وقت نشرت صحيفة خرسان الإيرانية ما قالت إنه أهداف إسرائيلية يجب ضربها على مسمع ومر العالم ألا وهي محطات الطاقة الإسرائيلية الرئيسية